حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي ليه تباتل سيام الدعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير دنيا حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي ليه تباتل سيام الدعاء الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد فرسلتي اليوم إليكم تتعلق ب بموضوع مهم جدا ألا وهو مقاصد الصيام ونحن لا نستطيع اليوم أن نأتي على جميع المقاصد لأن الوقت محدود جدا وإنما سنشير إلى بعضها ولهذا كان العنوان من مقاصد الصيام والكلام عن مقاصد الشريع عموما هو كلام مهم لماذا؟ لأن مقاصد الشريعة الإسلامية هي تلكم المعاني التي روعيت عند تشريع الأحكام فأحكام الشريعة الإسلامية فيها من الحكم وفيها من الأسرار وفيها من المعاني وفيها من الأهداف وفيها من المقاصد ما يشرح صدر المؤمن ويطمئن قلبه ويجعله يرغب في هذا الدين ويثبت عليه ويوقن بأن هذا الدين كامل من عند الله سبحانه وتعالى والبحث في مقاصد الشريع بحث ماتع ونحن الذي سنشير إليه مما له صلة بإبادة الصيام سوف تتمتعون بإذن الله من خلال ذكر بعض مقاصد هذه العبادة الجليل ومقاصد الصيام فيها ما هو منصوص عليه وفيها ما هو مستنبط مستوحى من النصوص الشرعية فهمه العلماء واستنبطوه واستخرجوه بتوفيق من الله عز وجل من مقاصد الصيام أحبة في الله تحقيق تقوى الله عز وجل وهذا منصوص عليه قال الله تعالى يا إيوالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا فهذه العبادة الجليلة وهي عبادة الصيام ثمرتها الفائدة منها مغزاها هو أن نتحلى بتقوى الله سبحانه أن تقوى فينا هذه الصفة أن تقوى يعني أن تصير قوية فتقوى الله عز وجل نحن مطالبون بها في كل وقت قال عز وجل يا إيوالذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولكن في شهر رمضان وفي حال الصيام ترتفع درجة هذه التقوى لأن العبد الصائم يتربى على هذا الخلق الكريم فهو يأتي بالأوامر وينتهي عنه النواهي طاعة لله عز وجل وهي حقيقة التقوى قال العلماء في حقيقة التقوى وقد تفننوا في بيان معناها من ذلكم قالوا تقوى الله هي فعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر هي فعل أوامر الله وترك نواهيه هذا من معاني تقوى الله سبحانه وهي تتحقق في عبادة الصوم تحققا كاملا تاما ومن مقاصد الصيام تمرين النفس على عبادة جليلة أخرى وهي عبادة الصبر وعبادة الصبر شهر رمضان يختص بها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حال الصحابة فقاله صم شهر الصبر سماه شهر الصبر لماذا لأن شهر رمضان فيه الصبر على الأوامر والصبر على النواهي وفيه الصبر على ما قدر الله سبحانه من الأوامر التي نصبر عليها في شهر رمضان الصيام نفسه فهو أمر أمرنا الله به قال كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني كما فرض على الذين من قبلكم فنحن إذن نصوم امتثالا لأمر الله وهذا يحتاج إلى الصبر أيضا في الصيام المنع من بعض المباحات كالطعام والشرافه مباح في أصله ولكن في الصيام يصير ممنوعا فنحن إذن نصبر على الممنوع على المحظور والصيام فيه الصبر على المقدور أي أشياء يقدرها الله تعالى أثناء الصيام ينبغي أن نصبر عليها كالجوع والعطش مثلا أو كان يقدر الله عز وجل أذية كما ذكرت في رسالة من الرسالة الأذية من طرف شخص يؤذين قال الله تعالى في الحديث القدسي فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم لابد من صبر إذن عبادة الصيام تربي الإنسان على الصبر وعلى حبس النفس عن أن تفعل ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه ومن مقاصد عبادة الصيام تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فمن أراد أن يتمتع ويتنعم بالقرب من الله سبحانه وتعالى فليحقق العبودية له عز وجل ومن مظاهر عبودية الله تعالى في الصيام الانقياد بشروط الصيام وبأركان الصيام وبواجبات الصيام فأنت إذا صمت كما أراد الله عز وجل فأنت عبد له سبحانه وتعالى ومن ذلك أن تصوم النهار للليل وأن تصوم من طلوع الشمس إلى غربها وأن تصوم عن الأشياء التي نهاك الله عز وجل أن تتناولها فهذا كله وغيره مما يتعلق بعباد الصيام إذا تقيدت به كما أمرك الله فأنت حققت العبودية لله وصمت كما أمر الله وعبدت الله كما أمر الله ولذا دائما أنبه إلى الفرق بين من يعبد الله كما يريد الله وبين من يعبد الله عز وجل كما يريد هو يعني كما تمليه عليه نفسه وهواه فشتان بين من يعبد الله كما يريد الله وبين من يعبد الله كما يريد نفسه وكما يريد هو هواه فالأول يعبد الله ثاني يعبد نفسه ونحن يجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا اللهم مخلصين له الدين حنفا ومن مقاصد الصيام تحقيق التعاون الذي أمرنا الله عز وجل به فيما بيننا حيث قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ففي شهر رمضان يتعاون الناس على البر والتقوى يتعاونون على طاعات كثيرة من ذلكم الإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى المساكين والأرامل واليتام والمحتاجين يتعاون الناس في مظاهر عدة ونحن لن نستطيع أن نأتي على كثير منها فضلا عن أن نأتي على أكثرها وبالمثال يتضح المقال ومن مقاصد الصيام أيضا إظهار وحدة المسلمين فالمسلمون والحمد لله وحدهم هذا الدين ووحدهم هذا الإسلام وحدهم القرآن وحدهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعبدون الله عز وجل عبادة واحدة فإبادة الصيام تصومها الأمة أو تقوم بها الأمة الإسلامية جمعا من طلوع الشمس إلى غروبها ويمتنعون عن أشياء جميعا فليس هناك صيام للأغنياء وصيام للفقراء أو صيام مثلا الأقوياء وصيام للضعفاء أو صيام للشرفاء للشرفاء وصيام يعني لمن هو دونهم لا هذا الصيام يقوم به الجميع على اختلاف مراتبهم وعلى اختلاف يعني منازلهم وهذا يدل على المسلمين كما قلت يتظاهرون في هذا الشهر العظيم وفي هذه العبادة بمظهر الوحدة وأيضا من مقاصد الصيام الإكثار من الطاعات في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان للإنسان قد يغفل وقد يفوته اسم الخير الكثير فيأتي شهر رمضان من أجل أن يستكثر من طاعة الله ومن أجل أيضا أن أن يستدرك ما فاته من الطاعات ولهذا شهر رمضان ليس شهر الصيام فقط وليس شهر القيام فقط بل هو شهر الصيام والقيام وتلوية القرآن والصدقة وبر الوردين والإحسن إلى الجيران وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى هو شهر طاعات على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف يعني جوانبها فالمسلم ينبغي أن يكثر من طاعة الله من أجل أن يرقى في درجات في درجات الطاعات ومن أجل أن يستدرك أيضا ما فاته في الأشهر الماضية وأيضا من مقاصد الصيام وأختم بها إن شاء الله تعالى التفرغ للقرآن الكريم يعني تلاوة واستماعا فهي فرصة لا تعوض ولهذا قال الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فإن سلفنا الصالح بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا إذا جاء رمضان تفرغوا للقرآن الكريم تفرغا تاما تلاوة واستماعا لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم فأنت تقرأه في فصله وتقرأه في وقته وتقرأه في إبان نضوجه فما عليك إلا أن تعتني بالقرآن الكريم في هذا الشهر الفضل لأنه مقصد من مقاصد الصيام أسأل الله العظيم رب العاشر الكريم أن يوفقنا لتحقيق مقاصد الصيام عامة كما قصدها الله سبحانه وتعالى وأسأل الله العظيم رب العاشر الكريم أن يتقبل مني ومنكم وصلى الله وسلم على البينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي ليه تباتل صيام الدعاء أسرى نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير دنيا حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي ليه تباتل سيام الدعاء أسرى